السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من اردوين والتوتوريال كورس معكم مهندس كورل السفعة ان شاء الله النهاردة هناخد المحاضر الرابع في الديسي موتور وهي خاصة بالتنفيذ العملي ان شاء الله النهاردة هناخد تنفيذ الان اف اا ديسي موتور بعد كده ازاي ازود سرعية الموتور باستخدام بالسويتس وازاي بعد كده اقيس سرعته باستخدام التاكو بعد كده هعمل عن طريق البانج البانج الكنترول بعد كده عن طريق البي كونترولر بعد كده في البداية تعال نشوف الدائرة العملي دي الدايرة حضرت الدائرة العملي عندنا ده ديسي موتور انا شايفه مطالعه برا هنا بعد عندنا الطرفين الخاصين بتغزية الموتور اتناشهاي بولت اللي هي موجب اتناشهاي وزيرو وعندنا هنا هنا طرفين خاصين بالتاكو دول متوصلين على الشافت بتاع الموتور عشان ييسروا بعيتو خارجينا بيباانالوج معانا هنا البوردة او الدرايبر بتاعنا عبارة عن تي اي بي 120 تي اي بي 120 طبعا دي مقاومة معاه هنا دي المقاومات اللازمة في الدايرة معانا هنا الوتو كابلر قلنا طرفين خاص بالليد من جوه بتوصل عليهم مقاومة 330 وطرفين خاص بالكوليكتور المتر بيتوصلوا مع الترانزوستور اللي هنا معنا كمان هنا الدايود اتجاه معاكس تفاقنا لازم بيبقى متوصل مع دي سي موتور عشان يحافظ علي الترانزوستور دي الدايرة بكل بساطة انا اواخد كل اطرافها مطلحها برا عشان اغلف البوكس كده عشان اقدر احافظ عليه هنلاقي على الشمال دي تلسية الموتور مجبب 12 والارضي بناحية الثانية عندنا الجراوند ودي البنها الرحل التاكو ودي البنها الرحال خاصة بالavascript او ديGTAL Orchestra هنا الثفاقنا دي البنها الخاصة شيخوا في التاكو هي analog input المتاليود الحترح بالارضوينو وهنا الجراوند مبنى لازم الجراوند اتوصل بالارضوينو برضو عشان يبقى جراوند مشترك عندنا هنا السبلاي الأولي بياخد DC بيطلع DC c. ده لنقوف بتاع El stopping and here the ground. هنا والسلب اتناشر لعنا elevformat 10. موجب خمسة اي طناشر وماامرفعش ايوصل موجب اتناشر مع الموجب اتناشر للدائب. هنا موجب اتناشر. وسلب اتناشر يدينا اربعة وشي. سبانا هوصل مع موجب اتناشر يدينا اتنشار بود. ولازم كمان احافظ ان انا اوصل الموجب هنا والسلب هنا لان انا عكس في الل بالطريق معناها ان انا باعكس اللي مساء touch هنا. وبالتالي منعكس بولرتي هنا تبقى بالسالب وهنا بالموجب كده الترنزوستر ده مش هشتغل. فلازم احافظ على ان لازم الموجب يبقى هنا. على الكوليكتوب بتاع الترنزوستر. وانا هنحافظ في الدائرة العملي ان ده الموجب هنا. هنوصل الارضي الخاص بالتغزية. الارضي بتاع ستبلاي. وهنوصل الموجب اتناشر. ما نساش موجب اتناشر. اوصلها الموجب اتناشر. هنا كمان في البرامج بتاعتنا. هنوصل الجراوند. اد الجراوند. اد الجراوند خاص بالارضي وميجا عندي. طبعا انا اشغال على الكت انت دور على الجراوند هنا. خد البن وطلحها كده. هوصلها هنا. وبعد كده البن عشرة دي هتدور على البن عشرة هنا في الترتيب. انا هنطلحها هنا بن عشرة. هوصلها بالبن الخاصة بالدجتال. بعد كده ادي الاتمين عندي. اللي هدخل عليها خارج بتاكو. هوصلها بالبنة الخاصة بالتاكو. طبعا انا خارج بتاع بتاكو بتاعي اتنين ومص بولت. فبتالي مش محتاج ادخل على وبولت routier دي بايدر. لكن لو خارج التاكو بتاعي. اكبر من خمسة لازم ادخله على 이해 pics motor بتاعنا يدينا 5004 م دا الماكسيموم عندما اطبق علي 12 بولت يبقى لما طبق اتناشر بولت يدينا وقتها خارج التاكو هنا هيبقى اتنين ومص فولت ده الماكسيمم عندي طبعا انا وصلت الدايرة ادي التوصيل بتاعي صحيح هنا ودي التوصيل بتاعي هنا صحيح البالسويتز لاسور خاص بالبين عشرة والتاكو خاص با 2 ودي الجراوند دايرة صحيحة تعال كده نجرب اول برنامج هو خاص بالان اوف اول حاجة هشغل السابلين من السويتش اللي هنا تمام ده مين كده اون طبعا انا حرق انا هوقف الدايرة عشان تشوفوها حاطط ورقة عشاك عشان تدرب شوفوا طبعا انا حرق البرنامج نعيد حرق تاني ادي عندي برنامج الان اوف زي ما احنا شرحنا ادي البيلن كام عشرة ودي الان اوف عندي كل اثنين سنة نحرق البرنامج ما نساش بالبداية لازم اختار البورد بتاعتي انا اشغال على ميديا وما نساش اختار البورد البورد على كم 5 مضبوط بعد كده هعمل ابلوض مباشرة بصو كده هنلقى الموتور يشتغل اتنين سانية ويفصل اتنين سانية يشتغل اتنين سانية ويفصل اتنين سانية هنروح للبرنامج التاني وهو ان انا تزوج صورة الموتور واقللها باستخدام البلتس ويتس طبعا هنا ده البرنامج احنا شرحناها قبل كده باستخدام الفورد زي ما اتو شايفين تعال نحرق البرنامج كده هتلقى صورة الموتور بتزيد بالتدريج زي ما توصل للمكسموم وبعد كده تبتدي تقل تاني طبعا هنا الوقت اللي بيزيد فيه وبيقل بيبقى كبير شوية عشان انا مستخدميه دليج هاني هتزيد اهو وهتبتدي تقل تاني وهكزا هروح للبرنامج التالي وهو ان انا هجز الموتور بالديوتي زي ما احنا شرحنا في نفس الوقت هاييه سرعته هاييه سرعته وهاعرض الديوتي وهاعرض البيتاكو عندي وهاعرض الاسبيل على مين على السيريا هنروح نعمل upload هنا طبعا انا هنستخدم السيريا في البرنامج ده فانا افتح السيريا اللي عندي هنلقى الديوتي بخمساشين موتور مش بيدور واقف عندي الديوتي خمسة وعشرين بتادي يدور خلي بالك انا في البرنامج هنا بتاعي في فور واخد الديوتي بلاس عشرة في كل مرة هتلاقى هنا السرعة بتزيد البيتاكو بتزيد خلي بالك البيتاكو بالميلي فولت زي ما احنا قلنا في البرامج قبل كده ودي الديوتي بتزيد هنه زي ما احنا شايفين بنعرض الكامعة الثاليك طبعا هنبص هنا لما الديوتي وصلت متين خمسة وخمسين كان البيتاكو تقريبا اثنين ونص بولت اللي نبقي ما دي بالميلي وكان في السرعة وقتها الف وخمسمائة ارب ام زي ما احنا قلنا وطبعا احنا داخلين جوه البيتاكو هكيد البرنامج قرر نقصه تاني هدوم بعد كده للكنترول اول حاجة نبدأ بالبانج بانج كنترول انا عايز ان الموتور يدور بسرعة سبتة اللي هي سبعمائة وخمسين ارب ام طبعا هنا انا هشتغل ايه اا اون اوف كنترول هتلقان انا اشغال هنا اتنين ايلز زي ما احنا قلنا بعد كده هاعرض القيام من عارة السرية هنحرق البرنامج وزو كده الفيتاكو بالميلي فولت هنا السرعة الف وخمسمائة من ارب ام هتلاقي الموتور يشتغل ويدفي اشتغل ويدفي طبعا المشكلة هنا في التأخير بسبب الدليل المفروض اشيل اي ديليل في البرنامج تعني شوية اي ديليل في البرنامج كده الدليل واحد ثانية ده هشيله هنا او نصغره نخليه عشرة ميلي وفي ديليل كمان مع التاكو في قراءة التاكو هنا اللي هو عشرة ميلي دي عشرة ميلي في ماتين قراءة يعني عندك تأخير اتنين ثانية طبعا المكيمة دي مش محببة فانحشيلها خالص تعال نعمل ابلور تاني كده فصو كده هتلاقى السرعة تقريبا بيعني بتعمل حوالين بتاعي طبعا برضو انا احطي منفروض اي ديليل في البرنامج فانحط الدليل عشان ترى تشوف الداتا على السريل عنك لان هتبقى سريع جدا لو شلنا كمان الدليل ده نعمل نفتح السريل هنلقى تقريبا السرعة ميلي بتعمل حاولين وده لاحظ على هتلاحظوا الكلام ده على الموتو بنفسه هنروح بعد كده البي كنترولر اتفاقنا اس بي تربط هتبع على سبعمائة وخمسين والكيبي بواحد من عشرة بعدك كده هشيل اي ديليل في البرنامج عشان اشتغل صح الدليل الخاص بالتاكو هنا ده هشيله وفي ديلي في نهاية البرنامج هنا هسيبه ده عشان قدر اشوف مين الداتا على السريل مت ايه تعالي نشوف اللي هيحصل انا شغال بي كنترولر هنا نفتح السريل السبيل عندي بص كده السبيل عندي تقريبا احنا قلنا عايزينها سبعمائة وخمسين بتعمل السليشن خفيف حواليا من سبعمائة وخمسين التأكير ده بسبب الدليل طبعا انا لو شلت الدليل هتلقى القيمة تقريبا قريبا من سبعمائة وخمسين لكن مش هتوصل لسبعمائة وخمسين هيبقى فيه ستادي ستادي ايرور عندي لو شلنا الدليل اللي هنا ده هتلقى القيمة قريبا من سبعمائة وخمسين لكن مش هتوصل لسبعمائة وخمسين لان اشغال بي كنترولر هيبقى فيه ستادي ستادي ايرور عندي طبعا في ميزة هنا لو انا عايز ارسم الارر مع الزمن اعمل ايه طبعا في حالة ان انت هترسم الاردوينو اي دي فيه الخاصية دي هعمل كومنت لده كله وهسيد ميل انه هو يعرض كيمة الارر في كل مرة واروح هنا فاتح ميل التولز ارغط على اللي احنا كنا بنجيبها من شوي اللي هي عندي هنا ظهرت تحت هي اعفلها خلاص اعيد حد البرنامج تاني افتح هديني القراءة في كل مرة لا انا عايز ارسمه اعمل ايه تولز بعد كده سيريال لوتر هرسيبني الداتا بتاعتي او الارر مع الزمن يعني بصوا كده هتلاق فيه كده بظاهر كده يديك الارر مع الزمن هتلاق فعلا الارر اقترب من الزيبه ها زي ما انتو شايفين طبعا انا عايز ارسم الاربوت نفسه اللي هو السرعة المقروبة لاشيل ده واعمل كومنت لده هديني هنا مين السرعة مع مين مع الزمن نعمل ابلوب تاني نفتح الموتر هتلاقا هنا هيبسم للسرعة مع مين مع الزمن تعالوا كده كمان نشيل الدليل في البرنامج ده كده اهو نعمل الابلوب كمان هنا ده السرعة المينوتر لو انا هفتح الداتا نرينا هنا لو انا هفتح الداتا هنبص نلقى القيمة هنا بتعمل ايه بص ليش هنخفيف كده حوالين مين حوالين الستبوينت بتاعتي فيه استيد استيت ايرو زي ما انتو شايفين كده نروح بعد كده للبي اي كنترولر زي ما قلنا ادي الاس بي تارجت عندي هنا الف انا غيرتها ما لساش الديوتي انا بدأ من عشرين اه حاطة الكيبي باتنين من عشرة حاطة الكاي باتنين من الف وكمان الاس ايرو عندي بزيرو في البداية هشيل خاص بالتاكو طبعا ده عمليا عشان احصل على قيم دقيقة بعد كده هنا في الاخر خالص انا حاطت بمتين عشان اقدر اشوف الكلام على السريال تعال نعمل برنامج نفتح السريال في مسافة كبيرة هنا في البداية عايز اشيلها اشيلها هنا عن طريق سريال بوتو برينت اللي هي المسافة دي انا حاطتها اعمل ابلوب تاني كده عندي الارور هنا كوي الديوتي هنبص كده الاسبيت تقريبا يعني فيه اصليشن خفيف حاولين الالف لمن سيت بوينت بتاعكي الف تمام؟ تموت شايفين كده طبعا المشكلة هنا البي اي دي كنترول مفروض شيء للستيد استيد ايرو المشكلة هنا مش في القود نفسه لا المشكلة عندي هنا في الديلي اللي انا حطه هنا فانا هشيل الديلي طبعا مش هادر اشوف القيمة على السريع اللي هتبقى سريع جدا فانا عايز ارسم مين الاسبيت بتاعتي فانا اسيب الاسبيت واعمل كومنت لده كله اعمل الكومنت اللي هنا كله معادة مين معادة الاسبيت سبيت كده وما نساش اضيف لين كده عشان يعرف يرسم صحي لازم تضيف لين خلاص عشان يرسم التيمة كل مرة مع الزمن تعال كده نعمل ابلوت ونفتح بلوتر بتاعي خلي بالك لسبيت تارجت عندي بالف وفعلا هتلقى دي القيمة اممية ايه اللي بعدها هنا تقريبا الف هتلقى تقريبا مستقرة عند الف والكلام ده وضع ديس الموتور عندي زي ما انتو شايفين طبعا هنا بيبقى في نويز عندي فالقراءة ده بسبب مين؟ قراءة التاكو زي ما احنا قلنا فيه نويز جاية مع الاشارة ممكن تلاحظوا هنا برضو فيه اوبرشوت في البداية شايفينوا بداية هنا فيه اوبرشوت وهتلقى فعلا بقيمة مستقرة عند الف ده البي اي كنترول على الديس الموتور طبعا انا بشكركم لو حلقة النهاردة عجبتكم ما تنسوش اللايب والشير والسبسكرايب عشان تتبقى انا في الديارة تانية جديدة مفيدة ان شاء الله هتعجبكم شكرا جزيلا